بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صلي وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين اللهم لا علمنا إلا ما علمتنا فعلمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا صالحين يا عفو يا كريم ما زالت في عشية يوم الجمعة مجالس تذاكر كلام الله جل وعلا وقد بلغنا إلى الكلام على سورة الكوثر الكوثر انتهينا منها وقفنا عليها هذه السورة سورة مكية كما قال بذلك عبد الله بن الزبير وعبد الله بن عباس وأم من عائشة رضي الله تعالى عنهم وسيأتي في سياقها ما يشعر بهذا وذهب جمع من التابعين ومن بعدهم إلى أنها مدنية لحديث أنس الآتي ذكرها المخرج في صحيح مسلم وهذه السورة سميت بالكوثر لأنه جاء فيها ذكر الكوثر كما يأتي في معنى وتسمى أيضا بسورة إن أعطيناك وهي أقصر سور القرآن أقصرها في آياتها وفي حروفها وكلماتها قال الله جل وعلا فيها بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر فصلي لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر اللهم اجعله صيبا نافيا اللهم اجعله صيبا هنيئا مباركا مطرنا بفضل الله ورحمته من السنن يا أخواني عند سماع الرعد قول سبحان من سبح الرعد بحمده والملائكة من خيفته في رواية سبحان من يسبح الرعد بحمده والملائكة من خيفته بسم الله الرحمن الرحيم مر أن البسملة هي على الراجح آية في مفتتح كل سورة ما عدا براءة إن وهذه نون التوكيد وهي لله جل وعلا تعظيما لنفسه وهو أحق من عظم وحقيق بالتعظيم والإجلال المفضيان للعبادة أعطيناك فالله هو المعطي والمخاطب رسوله صلى الله عليه وسلم هو المعطاء بكاف الخطاب أعطيناك الكوثر 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 له معنيان معنى عام ومعنى خاص فأما المعنى العام فهو الخير الكثير العميم الحسي والمعنوي الظاهر والباطن ويا لله كم أعطي نبينا عليه الصلاة والسلام من أنواع الخير وكم هدى الله به بعد الظلالة وكيف أن الدنيا كل الدنيا الدنيا كل الدنيا تغيرت بعده عليه الصلاة والسلام ويرادوا بالكوثر بأل العهدية نهر عظيم من أنهار الجنة أراه ربنا نبيه لما عُلِج به فإنه مر على نهر عظيم ضفتاه من ذهب وفضة عليهما قباب من در وياقوت أرضه أرض هذا النهر من مسك وجواهر ويواقيت ماءه أشد بياضا من اللبن وأشد حلاوة من العسى فهذا نهر لما سأل النبي صلى الله عليه وسلم جبريل ما هذا؟ قال هذا نهر الكوفر أعطاك الله إيه وهذا النهر في يوم القيامة سيصب منه ميزابان على ماذا؟ على ماذا؟ على حوضه الشريف الكريم عليه الصلاة والسلام وقد جاء في الحديث عند أحمد وغيره أن لكل نبي حوض وأعظمها وأوسعها وأكبرها حوض نبينا صلى الله عليه وسلم وجاء في رواية وحوض صالح ضرع ناقته أي محلبها وهذا الكوثر الذي هو النهر جاء في الصحيحين من أحاديث أنس وأبي هريرة وعبد الله بن عمر وغيرهم رضي الله عنهم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال النهر أعطانيه الله في الجنة يصب منه ميزابان إلى حوضي وحوضي طوله كعرضه مسيرة شهر في مسيرة شهر عليه كيزان في عدد نجوم السماء أي كثرة يصب من هذا الحوض ميزابان في هذا الحوض ماءه أشد بياضا من اللبن وحلاوة من العسل من شرب منه شربة لم يضمأ بعدها أبدا وهذا فيه أن أنهار الجنة مختلف ألواعها ليست كأنهار الدنيا مكدرة متسخة وإنما أنهار عظيم حتى أن النهى أن العسل له أنهار والخمر له أنهار واللبن له أنهار من غير أن يتغير طعمه وفي هذا قول عبد الله بن العباس رضي الله عنهما ليس في الجنة مما في الدنيا إلا الأسماء يعني أنها من المشترك اللفظي والمعنوي مع الفارق والبون الشاسع بين ما في الدنيا وما في الجنة وهذا يجعل العاقل والمؤمن لا ينظر إلى الدنيا بزوالها وفنائها وكدرها وإنما يطمح إلى الجنة ونعيمها ودوام ما فيها من الروح والريحان والنعيم هذا الحوض ترده أمته لا يردها غيرهم وعلى هذا الحوض ملائكة ملائكة تحرسه وتمنع غيرهم منه لأن لكل نبي حوض ترده أمته ولما كان نبينا صلى الله عليه وسلم آخر الأنبياء وأمته أكثر الأمم إيمانا حتى إنهم ثلثة من أهل الجنة كان حوضه عليه الصلاة والسلام أكثر الأحواض واردة وجاء في اتساعه الروايات المتعددة أنه من مكة إلى عمان في رواية من مكة إلى عدن في رواية من عدن إلى إيليا هذه الروايات تدل على ما جاء في الحديث أنه طوله كعرضه أي مربع مسيرة شهر في كل ظلع من أضلاعه الأربعة ومسيرة الشهر على المطايا من المدينة إلى بيت المقدس ومن المدينة إلى عمان اللهم صلي وسلم عليه ترده أمته وهو يعرف أمته لا بأعيانهم وإنما بأوصافه تأتي أمتي يوم القيام غرلا محجلين من أثر الوضوء فيعرفهم بهذه الغرة والتحجيل لأنهم لما داوموا على غسل أيديهم وأرجلهم وغسل وجوههم في الوضوء كان هذا من الجزاء من جلس عملهم بينما هو كذلك تمنع ملائكة الله أقوام من أمته أن يردوا حوه مأمورة بذلك من ربها فيقول جل وعلا أمتي أمتي أي إنهم من أمتي لا تمنعوهم إما منصوب على الإغراء أو على فعل محذوف تقديرهها لا تمنع أمتي فتقول الملائكة عليهم الصلاة والسلام المناطبهم حراسة الحوض وحفظه إنك لا تدري ماذا أحدث بعدك فأقول بعدا بعدا لمن أحدث بعدي ففيه أن النبي عليه الصلاة والسلام لا يعلم الغيب إنك لا تدري ماذا أحدث بعدك وفيه أن هؤلاء الممنوعين من أمته وفيه أن سبب منعهم إحداثهم وتغييرهم وابتداعهم في دينه وفي شريعته أي إبطالهم سنته ودينه وإبدال ذلك بالبدع والمهدثات التي استذوقوها واستحسنوها أو تابعوا غيرهم في استحسانها واستذوقها وقد استدل بهذا الحديث وقد استدل بهذا الحديث عناداً ومغالطةً من قالوا إن الصحابة ارتدوا بعد النبي صلى الله عليه وسلم لأنه جاء في أكثر الألفاظ في الصحيحين أمتي أمتي وجاء في اللفظ الآخر أنه قال أصحابي أصحابي ومعلوم أن مطلق الصحبة تطلق على مطلق الاتباع وإلى عاد أخاهم هودا أخاهم منهم نسباً ومنهم دعوةً فتحمل هذه الرواية التي قد يستدل بها مغرض على ارتداد الصحابة على الرواية التي جاءت في الصحيحين شهيرة أمتي أمتي يدل عليها أن الصحابة لم يحدثوا ديناً بعد رسول الله وإنما استقاموا على دينه وعلى شريعته في قوله صلى الله عليه وسلم في حديث العرباض بن سارية فعليكم بسنة وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعد تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ ويدل عليها أيضاً حديث الافتراق المشهور افترقت اليهود على 71 فرقة وفي دواية ملة وافترقت النصارى على 72 فرقة في رواية ملة وستفترق هذه الأمة على 73 فرقة في رواية ملة كلها في النار إلا واحدة قالوا منهم يا رسول الله فجاءت أشهر روايات في قولهم من كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي فنسبهم إليه دل على أن المراد بهم الصحابة الذين يصحبوا النبي عليه الصلاة والسلام ونقلوا لمن وراءه دينه الذي جاء به وحياً من كتاب وسنة وفيه أن الممنوعين من ورود حوضه ممن أحدثوا في دينه وابتدعوا ابتدعوا عقائد ابتدعوا أقوالاً ابتدعوا أعمالاً ابتدعوا أحوالاً متوعدون بأنهم يمنعون ويُذادون تمنعهم ملائكة الله أن يشربوا من حوضه وأن يردوه في ذلك اليوم الرهيب الشديد ذي العطش العظيم إن أعطيناك الكوثر واستدل بها أهل السنة على الحوض والحوض ما هو؟ هو أحد مراحل الآخرة اللي كم؟ الثنت عشر فإن الإيمان باليوم الآخر يتوقف على الإيمان بثنتي عشرة مرحلة ما هي سبق ذكرها لكن الله يعينكم أنتم جاكم مرمضان عقب مرمضان عيد ها؟ ونسيته ها؟ أيا نايف غرّجت ها؟ ها يبان مي ها؟ ها يبان الخليفي بها ها؟ ها؟ ثم البعض ثم المحشى ثم القنطرة والصرار لا لا تحط ثم بهذه تحط ثم خطي هناك قل واو وا 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 حتى ما يسير بها ها؟ ها؟ والصرار ها؟ 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 كم هذه الحين اللي ذكرت لا بالله ما وصلت ولا نصفهم مراحل الإيمان باليوم الآخر هي بهذا الترتيب أولا شراط الساعة الصغرى والكبرى ثانيا النفختان نفختاء الصور نفخت الصعق ونفخت البعث ثالثا البرزخ وما فيه وهو القبر أذابه ونعيمه وأهواله رابعا عرصات القيامة وشدائدها عرصات القيامة وشدائدها وأهوالها خامسا حوض النبي عليه الصلاة والسلام لأن الحوض في هذه الشدائد سادسا الشفاعات وأعظمها الشفاعة العظمى سابعا العرض العرض وهو تطاير الصحف فمن آخذ كتابه بيمينه ويا سعده ومن آخذ كتابه بشماله أو من وراء ظهره ويا خيبته تاسعا نضبط الحساب يا ملش حم ثامنا الحساب وهو تعريف العباد مقادير أعمالهم تاسعا الميزان ونضع الموازين القصط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا عاشرا الصراط ذلك الجسر المنصوب على متن جهنم الحادي عشر القنطرة بعد الصراط وهي صراط لأهل الإيمان خاصة الثانية عشرة إما جنة عرضها السماوات والأرض أعدها الله للمتقين وللمؤمنين والمسلمين وإما نار ترضى هي مآل الكافرين والمشركين والمنافقين والملحدين نسأل الله عفوه وعافيته مجموع هذا كله هو الإيمان باليوم الآخر منها الحوض فما الدليل على الحوض من القرآن هذه السورة إنا أعطيناك الكوثر نحن نفتح المجال أكبر درس أما أثناء الدرس ما نفتح المجال فرانا إنا أعطيناك الكوثر ما الكوثر هو هذا النهر الذي أعطاه الله خصوصا وخصوصية بخليله محمد صلى الله عليه وسلم فإن الله لم يعطي الأنبياء قبله أنهارا في الجنة وهذا يدل على فضله وشرفه عليه الصلاة والسلام وخصوصية إعطاء الله له بهذا الكوثر قال بعدها فصل لربك وانحر نبه على هاتين العبادتين الصلاة والنحر والقرآن مثاني ويفسر بعضه بعضا ففي آخر الأنعام قل إن صلاتي وإيش ونسكي أي نسيكتي أي ذبيحتي يدخل فيها المنحر قل إن صلاتي ونسكي ومحياي أمماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول مؤمنين سبحان من سبح الرعد بحمده والملائكة من خيفته فصلي هذا فعل أمر لربك الخطاب كل للنبي عليه الصلاة والسلام وانحر أي وانحر لربك فإن صليت لغير الله أشركت أيا كان هذا الغير صليت لي أمدحك الناس رأيتهم بالصلاة صليت خوفا من أبيك أو من السلطان لا طاعة لله ما صليت لله نحرت أي ذبحت وإذا أطلق النحر دخل فيه الذبح وإذا أطلق الذبح دخل فيه النحر فإذا نحرت وذبحت لغير الله أشركت بهذا المنحور مع الله ولو مرة واحدة ولو كان هذا المنحور المذبوع شيئا حقيرا وقعت في الشرك به مع الله وفي حديث طارق بن شهاب وهو من صغار الصحابة رضي الله عنهم سنا قال قال النبي صلى الله عليه وسلم مر رجلان على قبر مر رجلان على وثن لا يجوزه أحد حتى يقرب يقرب قربان فقالوا لأحدهما قرب قال ما كنت ليقرب إلا لله قالوا قرب ولو ذبابا قال ما كنت ليقرب إلا لله فقتلوه استعملوا سطوتهم عليه فقهروه بأن قتلوه فقبله الله جل وعلا وأدخله الجنة لأي شيء لاستمساكه بماذا بتوحيده فلم يتنازل ولم يساوم ولم يزايد عليه فقال للثاني قرب قال ما عندي ما أقرب أنا داج من الفقر ضعيف ما عندي ما أقرب بجاملهم قالوا قرب ولو ذبابا قال بس ذباب كفوه فقرب ذبابا صاد الذباب لمن لهذا الصنم أو لهذا الوثن فتركوه فمات فأدخله الله النار لأنه قرب ذبابا لغير الله وهو شيء حقير مزدرا الذباب هو يوكل ما يوكل لأنه أولا لا شيء وثانيا قذر فمع ذلك لما قرب لغير الله راضيا بهذا التقريب استحق النار ويشكل هذا الحديث على بعض الناس يقول هذا مكره هل هو مكره لما قرب الذباب غير مكره هو في تقريبه الذباب غير مكره لأنه قال ما عندي ما أقرب فهو بالحقيقة غير مكره لكنه محتقر الذباب احتقر الذباب أن يقربه فورا ما كرفونك سيدة يا مجذوب أبطى من الدروس يا ويلي وتغير فهو قرب فماذا الذباب مختارا وإن كان أصل أمره بالتقريب إيش إكره لكنه رضي أن يقرب الذباب لغير الله مختارا فاستحق دخول النقل فصل لربك وانحر وفي آية الأنعام قل إن صلاتي وإيش ونسك ومحيا يوماتي لله رب العالمين ومن مظاهر مخالفة النبي صلى الله عليه وسلم المشركين في حجهم ذبحه لله وعلى اسم الله فإنه ساق من البدن كم بحجته الوحيدة الفريدة مئة أتى ببعضها وهو الأقل من المدينة وجاء علي بأكثرها من اليمن فصار مجموع بُدنه عليه الصلاة والسلام كم؟ مئة نحر بيده الشريف منها ثلاثا وستين وترك ما غبر أي ما بقي لعلي ينحره وهي سبعة وثلاثين كيف نحرها؟ لما رمى جمرة العقب عليه الصلاة والسلام ضحى يوم العيد وكان اليوم حارًا اجتمع الناس عليه عند العقبة فأضله أسامة وبلال رضي الله عنهما بماذا؟ بكساء مثل الشمسية يسألونه فلما قضى سؤلهم وأجابهم تقدم عليه الصلاة والسلام تقدم فأتى المنحر فأخذ السكين وإذا البدن أمامه يقدمها سبع منها أو تسع فلما رأينه عليه الصلاة والسلام هذه البدن السبعة والتسع رأينا النبي طفقنا إليه وهن معقلات اليد اليسرى حبًا وشوقًا لرسول الله صلى الله عليه وسلم وفي يده حتفها هذه بهائم وسبق لنا جذع نخله بالي كان يتكي عليه ويخطب عليه لما استبدله بالمنبر أعواد المنبر سمع لهذا الجذع أنين كأنين العشار تسمعون الحيران إذا اشتاقت لأمهاتها سمع لهذا الجذع أنين فإذا كان جماد وبهيمة تشتاق للنبي عليه الصلاة والسلام أينك أنت أيها المسلم وأيها المعظم لسنته لا يكن هؤلاء البهائم وهؤلاء الجماد أعظم شوقًا إلى رسول الله منك والمسألة ليست بالتمني ولا بالإدعاء وإنما هو بحقيقة حبه في القلب التي تثمر طاعته واتباع دينه والاستمساك بسنته والذب عنها فطعنها بلبتها أصل العنق اللبه بالسكين قائلا باسم الله والله كرة تتهاوى واحد أثر الثانية فصل لربك وانحر أي وانحر لربك لا تنحر لغيره ومن النحر لغير الله عز وجل أنه يذبح ذبيحة يتقرب بها لغير الله فلا تنفعه ولو قال بسم الله والله أكبر عليها يوصيه كاهن من الكهان أو مشعوذ أو دجال يقول أنه الله فيك ربط فيك عمل دولك تيس أسود ما بولا بقعة بيضاء واذبحه في المكان الفلاني ولو قال بسم الله والله أكبر ما يجزي فإنه ذبح لغير الله لأنه تقرب به للجن ومن هذه الصور أي مما أهل به لغير الله فدخل في الذبح لغير الله لأن الله جل وعلا في آيات التحريم الدماء يقول وما أهل به لغير الله أي عظم بهذا الذبح والنحر غير الله ما يكون في قدوم عظيم من العظماء على الناس خصوصا في البوادي وفي الهجر فإذا أقبل عليهم العظيم استقبلوه في طريق في مدرجته بنحر الإبل أو ذبح الذبائح ولو قالوا بسم الله والله أكبر ما تحلم لأنه عظم بهذا النحر والذبح من هذا القادم هذا العظيم في شأنه من أمر الدنيا هذه مسألة جليلة نبه عليها علماء الدعوة وألف فيها شيخ مشايخنا الشيخ محمد بن براهيم ابن عبد اللطيف ابن عبد الرحمن ابن حسن ابن الشيخ المجدد محمد ابن عبد الوهاب رسالة لما وجدت هذه الظاهرة في بعض الجهات حيث استقبلوا الملك سعود رحمه الله في بعض الجهات في طريقه بذبح الذبائح ونحر النحاء قال هذه ما تحل ولو ذكر اسم الله عليها لأنها أهل بها لغير الله قد يُعدر الذبح بأنه ما يدري يُعدر بجهله لكن هذا العذر بجهله لا يُبيح هذه الذبيحة ويُبيح هذه النحيرة التي أهل بها لغير الله فصل لربك وانحر أي وانحر لربك والتنويه بهاتين العبادتين لأن كثير الشرك يقع فيه ماء فإن أصول الشرك كمهي كم أصول الشرك أخواني ذكرناها غير مرة أصول الشرك أربعة شرك الدعوة وهو المنوه عنه بقوله فصل لربك والصلاة الدعاء ومنها الصلاة الركوع والسجود والجلوس والقعود وشرك الإرادة وهي شرك النيات والمقاصد وشرك الطاعة وشرك الذبح وهو المنوه عنه بقوله وانحر أي وانحر لربك لا تنحر لغيره وهذه المناحر بأي جنس كانت غنما أو بقرا أو إبلا أو بطا أو وزا أو طيرا أو بعوضا أو ذبابا إن تقرب به لغير الله صلى الله عليه وسلم القرابين ومجلس النذور فهذا الشرك فصل لربك وانحر إن شانئك أي مبغضك وسابك ومتهمك بأنك لا عقب لك وأن ذكرك مقطوع وشأنك مدفوع إن شانئك هو الأبتر وهذه الآية من دلائل أنها نزلت في مكة وجاء فيها أربعة أخبار فجاء فيها عن أبي لهب وش اسم أبو لهب عبد العزة بن عبد المطلب أنه لما مات ابن النبي عليه الصلاة والسلام قيل عبد الله وقيل القاسم قال أظهر أنه عبد الله غدى أبو لهب على أهل مكة قال ولد قال مات الليلة لمحمد ولد فأبشروا فإنه مبتور فقال الله جل وعلا إن شانئك هو الأبتر وجاء عن العاص ابن وائل السهمي من العاص ابن وائل والد عمر ابن عاص السحر وكان من صناديد الكفر قال لا يضيرنكم أمر محمد فإنه مبتور مقطوع تركوه مبتور مقطوع فقال الله جل وعلا إن شانئك هو الأبتر وجاء نحو ذلك عن أبي جهل وجاء نحو ذلك أيضا عن أئمة الكفر إن شانئك هو الأبتر أي مبغضك وسابك والقادح فيك هو المقطوع المبتور ولهذا الرابع كعب بن الأشرف وشو كعب بن الأشرف سيد مر عليكم لا ما هو كعب من الأحبار كعب الأحبار اسمه كعب بن ماتع الحميري من التابعين المخضرمين رضي الله عنه كعب بن الأشرف رجل من طي وكان معظما عند اليهود يهود المدينة إما أنه قدم عليه أهل مكة أو قدم هو مكة فقالوا يا حبر اليهود يا كعب هذا محمد بترنا في الناس ونهل أهل الحجيج أهل السقاية والسدانة والقيام على حرم الله قال أنتم خير منه أنتم خير منه لا قالوا من خيرنا قال أنتم خير منه فأما هو فإنه أبتر مقطوع فقال الله جل وعلا إن شانئك هو الأبتر اللهم صلي وسلم عليه روى الإمام مسلم في الصحيح من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه قال بينما نحن مع النبي صلى الله عليه وسلم في المسجد فاضطجع الضجاعة وأغفى إغفاءه ثم قام يضحك يتهلل وجه عليه الصلاة والسلام فقال أنزل علي إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر إن شانئك هو الأبتر وضحك عليه الصلاة والسلام فرحا بما آتاه الله إياه ثم قال إن الله أعطاني نهراً في الجنة ماءه أشد بياضاً من اللبن وأشد حلاوةً من العسل يصب منه ميزابان في حوض يوم القيامة من شرب منه شربة لم يضمأ بعدها أبداً فظن من ظن لما سمع الحديث أنه الآن نزلت هذه السورة وهذا غير دقيق وقد يتكرر نزولها لمناسباتها ففيها هذا الحديث البشار بحوضه صلى الله عليه وسلم ولهذا قال من قال من التابعين من بعدهم إنها مدنية والصحيح أن هذه السورة ماذا؟ مكيها ما الفرق بين القرآن المكي والمدني قبل الإسلام نزل القرآن ما خبر قرآن نزل قبل الإسلام ما نزل قبل الهجرة فهو مكي أين ما كان نزوله؟ في مكة، في الطريق، في الإسراء، في المعراج هذا مكي وما نزل بعد الهجرة فهو مدني ولو نزل على النبي السلام وهو في عرفة ولا في ميناء يسمى قرآناً مدنياً اللهم صلي وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد صلاةً وسلامًا أبدين دائمين معظمين إلى يوم الدين وعلى آله وأصحابه ومن سلف من إخوانه من المرسلين وسلم تسليماً كثيراً إلى يوم الدين نعم سم يسأل أخونا يقول القنطرة التي ذكرناها المرحلة الحادية عشرة في مراحل الإيمان باليوم الآخر هذه القنطرة هي ما جاء في الصحيحين ذكرها في حديث أبي هرية رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا خلص المؤمنون من على الصراط وقفوا على قنطرة دون الجنة قنطرة مثل الجسر ما صفته الله أعلم وقفوا على قنطرة دون الجنة فاقتص لبعضهم من بعض فإذا هذبوا ونقوا أي لم يبقى عليهم خطيئة لما يتعلق في حقوق بعضهم على ذلك إذا هذبوا ونقوا أذن لهم بدخول الجنة ولهذا قال العلماء في هذه القنطرة أنها صراط من؟ صراط المؤمنين لكن صراط لا يهون منه على جهنم بينما الصراط الذي قبله خطر ودحض وزلق حتى قالوا إنه من أشد مراحل الآخرة لأن الأنبياء اللهم سلم سلم جسر أحد من الشعر أحد من السيف أدق من الشعر معوج دحض أي زلق مظلم عليه كلاليب شبهه النبي سلم بنبت تعرفونه في هذه الأيام في الربيع بشوك السعدان شوك منعكف في أطرافه مع كثرته أصله زهرة انقلبت إلى شوكه لكنها بحجم لا نعلمها والحقيقة لا نعلمها أمرت بخطف أقوام فهذا الصراط تحته جهنم أما القنطرة فليس فيها هوي على جهنم إنما فيها تهذيب الناس أي تنقيتهم فلن يدخل الجنة أحد وفي عنقه وفي ذمته خطيئة نسأل الله الكريم الواسع من فضله باسمه الأعظم وبوجهه الكريم فردوسه الأعلى من الجنة يسأل مجذوب ودائما يحرجنا الله هذه بالأسئلة يدرن علمي شوي ويجيب له السؤال اللي هذا كبره كبير سؤالك يا مجذوب يقول هؤلاء السبعون ألف الذين يدخل الجنة بغير حساب ولا عذاب يمرون على الصراط ولا لا يمرون الله أعلم قد يكونون لا يمرون لأن المرع الصراط بحد ذاته عذاب وهم حتى قالوا إنه ينقل بهم من أرض المحشر إلى الجنان مباشرة وقيل إنهم يمرون لكن كما يمر البرق فلا يعبأ بهم أخذا من عموم قول الله جل وعلا وإن منكم إلا والده أي لا أحد منكم إلا وأرده كان على ربك حتما مقوياء ثم ننجي الذين اتقوا ونظروا الظالمين فيها جثية نعم نعم حديث طارق بن شهاد فيما انقرب نبابا هل يمكن أن يكون في هذا الزمان الشرك عن طريق من ضغط الزر في الجوال مثلا كما تتعلم فيه لعبة من الزر أحد من راحب فيها لأنه تسجل أو تنحن في الصنع نعم يسأل أخونا سؤالا وطبقوا على لعبة أنا ما عرف أن لعبت رأيه ما عرف الجد هل يمكن أن يكون يقع الشرك بضغطة زر نقول يقع الشرك بما هو أقل من ضغطة الزر يعني في احتقاري أنه دخل النار بسبب ذباب وشيء حقير قد يقع الشرك في ما هو أرد من ضغطة الزر وهي الإرادة ارتفاث القلب في عبادة يتقرب بها لغير الله راضيا بذلك هذا الشرك وهذا شرك الرياء وهو أعظم أنواع الشرك انتشارا وإذاعة بين الخلق ولهذا خافه علينا صلى الله عليه وسلم خاف الرياء علينا أشد مما خافته علينا ماذا فتنة المسيح الدجال أسأل الله العفو والعافية والله أعلم صلى الله وسلم